هنا في مدينة كربلاء يستمر العطاء من قبل خدمة المولى حامل اللواء عليه السلام في قسم الشؤون الخدمية الذين يتشاطرون توزيع الأعمال والمهام لخدمة الزائرين على مدار الساعة من أجل تلبية احتياجاتهم وتوفير وسائل الراحة لهم نحن قسم الشؤون الخدمية بالعتب العباسية المقدسة لنا شرف لخدمة الزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام واخيه بالفرض العباس في أربعينيتهم خدمة الزوار الكرام خصوصا في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لها فتوقع خاص في قلوب كل المنتسبين اللي موجودين بالعتبة يعني هذا فتشرف أنه نحن نال هذه الخدمة وإن شاء الله نحصل التوافى في الدنيا والآخرة خطة تم وضعها استعدادا لزيارة الأربعين بتوفير المياه والاستمرار بحملات التنظيف في مناطق مختلفة وتهيئة الكيشوانيات والأمانات وتأهيل مجموعة من المدارس تحتضن الزائرين والمتطوعين لخدمتهم إلى جانب نشر مجاميع صحية في مداخل المحافظة وأرجائها مع التجديد بالالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل تفشي جائحة كورونا قسم الشؤون الخدمية ومن الأقصام المهمة بالعتبة العباسية اللي تعمل على تقديم الخدمة للزائر الكريم على مدار الأربع والعشرين ساعة وحدة السقاية تم تهيئة عجلات برادات لنقل الثلج وبالتعاون مع شركة نور الكفيل برفضنا بعجلات برادات وتم المباشرة يعني منها اللحظة من اليوم بجلب مادة الثلج أضاف إلى ذلك تم تهيئة تناكر الماء العارو لغرض المباشرة وتوزيع المواكب الحسينية تم تهيئة عجلات التناكر والعجلات الكابسات وعجلات الكنسة الاهتمام بالنظافة والظهور بالمظهر اللائق قسم الشؤون الخدمية يقع على عاتقه جزء كبير من العمل المتمثل بتقديم الخدمة لمرقد أبي فضل العباس عليه السلام وزائره الكرام باعتباره في تماث مباشر معهم وذلك من خلال بلد جهود مضاعفة واستثنائية من أجل توفير الأجوال المناسبة لأداء مراسيم الزيارة ترجمة نانسي قنقر